تحت رعاية معالية سيد خليفة بن أحمد الظهراني الرئيس الفخري لجمعية الرفاع الخيرية وبدعم كريم من مؤسسة خليفة بن زايد ألنهيان للأعمال الإنسانية أقيم أكبر حفل زواج جماعي في مملكة البحرين ويعد هذا الاحتفال الخامس الذي تدعمه مؤسسة خليفة بن زايد ألنهيان في مملكة البحرين تفاصيل أوفا في التقرير التالي ثمانمائة وستون عريسا وعروسا من أبناء البحرين زفوا في حفل اجتمعوا فيه لينالوا منه مشاعر الفرح والمسرات ليكون الحفل الثلاثين الذي يرعاه معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني الرئيس الفخري لجمعية الرفاع الخيرية والحفل الخامس الذي تدعمه مؤسسة خليفة بن زايد ألنهيان في مملكة البحرين الزواج يعني يخلي الشباب كلهم يكونون في حماية ومأمن من أي يعني مثل ما نقول انحراف حتى يعني مو بس انحراف أخلاقي في هاليوم إحنا نمر حتى ممكن نقول انحراف يوصل لمستوى التطرف والإرهاب في هاي المناسبة أحب أني أوجه مو كلمة شكر بس كلمة شكر وامتنان إلى مؤسسة الشيخ خليفة بن زايد الله يطوله بعمرة ويحفظه إن شاء الله نحب أن أشكر جميع القاومين على الزواج الجماعي وعلى أهل الإمارات على مساهمتهم في الزواج الجماعي ويدوم فعل الخير لهم ومبقى شيء غريب عليهم وأحب أن أشكر جميع المنظمين لقاوم بتنظيم هذا الزواج الجماعي هو مشروع خيري أخذ على عاتقه مسؤولية اجتماعية قبل عمل الخير فهو إن صح التعبير حفل تشجيعي يقدم عليه المقدمين على الزواج ليكون سببا في بناء أسرتهم حتى يرزقهم الله ذرية صالحة لهم ولدينهم ولوطنهم ما شاء الله العدد يمكن أول مرة نتشوف البحرين وصل لها العدد من دعم حق الشباب المزوجين وإن شاء الله هذا الشيء ما يكون أول مرة أو أخ مرة وإن شاء الله يتكارل كل سنة نيات في وقتها كأننا ننتظرها يعني إذا هم الله خير وما قصر وإن شاء الله يعني تتواصل العطاء يعني إذن فلا غريب أن يخرج من البلدين تعاون مثمر كهذا نظرا للعلاقات التاريخية الوطيدة التي تجمعهما إلى جانب روح الأسرة الواحدة التي لا يختلف عليها إثنان جملة وتفصيلة بسامل أبدوي لمركز الأخبار تلفزيون البحرين ترجمة نانسي قنقر